السلام عليكم ورحمة بكم متتبعين قناة خديجة أم فاتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير انتم ما كتشاهدوا الفيديو قبل لا نبدأ وان شاء الله نصلي على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد على آله واسحبه اجمعين المتتبعين العزائز والغالين والأوفياء يوم شاء الله بنتقسم معكم فقاس ليا العين الموكا ولكن ما بغيتوا تسميه انتم ما سميه فكيجي معنى لك وكيجي رائع كيجي لديد وبنين بواحد المكونات اللي غنذروه فيه ان شاء الله اللي كتعطيه البنة والمضاق ما نقول لكم شخبتاتي وبكيميا وفيرة هنتم البنات كيجي غزال كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفة ضريفة عليكم وتفعلوا ماخدكم خديجة تعاليق ديالكم وضغطوا على الجرس كي يصلكم كل جديد ديالي والله يعطيكم ستر اللايكات والتعاليق اللي تكرمتوا لي وضغطوا ان شاء الله على الجرس بي يصلكم كل جديد ديالي يسمحوني بزاف البنات هانتوما بعد مرات تكون الاضاءة ميشيتة اللي هي هانتوما اخواتي كيجي لامع كيف قد يكون مكونات اللي هي بسيطة جدا ما كتعداش عشرين درهم اخواتي غنذي تحضروها الفقاس هذا اللي كيجي غزال وعاطي العين مغاير على الطريقات اللي كنحضرو بيها الفقاس يلا نحضروه مع بديتنا ناول حاجة غنذي نحضرو بدهو بتمرهول لول عنديو حال كيميا ديالتمر تمر هذيك اللي كيكون مقاسح ما معجن بزاف اللي كانشقوه وكانحيضولي العدم وكانحيضولي اندين ذاك العوية ديال ولا ذاك الوريدة وكانحاولو نديرو كيس بلاستيكي من التحت وكانست فوه كانديرو تقريبا 7 ديالتمرات 4 ديالتصورة كل استر في 7 ديالتمرات كاندير كيس بلاستيكي من الفوق كانشد للك وكانبقى اندلك في هكايا كانشد يديب شوي اخواتاتي هوتي اخطحت شوية الوقت ولا كان بصرعة 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 كي تحضرو كان بصطو مزيان البنات مدرنا لي لازيد لاتاشي حاجة غد نحيدو على جنيب ومشي ونحضرو العجينة دي الفقس عندي ثلاثة دي البيضات اخواتاتي كي تشوفو معايا هنا غد نحضرو ونخلط غير بالفوينتو اخواتاتي إلا بغيتو تديرو المونينيكس ديروها البنات هنا وخحي تدك سفر بيضة رجعتو لانه ديرت لاتات البيضات انا محتاجة غير بايات البيضة هنا درت كاس دي الاسكار تانيدا وغنديروه للعلبة دي الاسطاشية دي الفلو وزن ربعة كرام فلو منكة دي الكراميل وغادي ندير ربعة معي القادية منكة دي الكراميل اخواتاتي وغادي ندير كاس دي الزيت نابتية وانا كنحرك اللي درتك نحركها قبيصة دي الملحمة قلت لكم اللانس كاس دي الحليب الحرارة دي المطبخ هنا دقيقة اخواتتي تقريبا هزلية 550 جرام ندرت الخميرة 12 جرام لبنات 12 جرام بالضبط يعني خميرة ونص وكننخلطها كبيضية وكنزيد دقيقة شوية بشوية المهم تقدروا انتم وتزلكم 500 جرام تقدروا قل تقدروا كتر المهم العجينة تجيكم هكا ما هي مرخوفة بالساف ما هي قصحة هنا غالي نحتفظ بواحد جوج كويرات وحدة كبيرة وحدة صغيرة هزل قياسة هاتو من البنات هي مش كبيرة بثاف البنات والخورة غادي نقسمها لجوج صافي حيت غادي نديرو جوج حرابل هاد الكويرة الصغيرة غادي ندير معي القات قريبا دي الشوكولة الشوكولة هزلية السطاشية اللي كيجي مزيان غادي نتلقى 1-4 شوكولة نتلقى 1-4 معي القاتي الحليب وصافي وغادي نجمع غادي ندخل اذك الشوكولة هاتو وما هي هاتو وما هي من بعد ما نجمعتها ندهني الديه بالزيت باش كتجمع لناه واحد كيكون معل لك هذك شوكولات صافي غادي ندوز ان شاء الله هنا بسي ديه بشوية عزيز المساقية العجينة اخواتي نقسم الكويرة اللي هو لدي الشوكولات على الجوج ونقسم حتى هذيك البيضة على الجوج هر اخواتي نتمنى ما نكون اشتقيل عليكم ونتمنى اكون اذكرت المقادير كاملية انو سرع شوية الفيديو مهم العجينة راكم شو باش باش نسمناها غير بالسطاشية ديال فلو وستاشية ديال فاني وربع مالقة ديال ديال الكراميل هنية بسط اللولة العجينة اللولة وبسط الاخراء يعني درت مليش كل اشريطة عرك شو اللولة ديال الشوكولات رعا صغيرة باش تلبسنا عليها ديال العجينة البيضة هذيك الشي علاج وحدة درناها كبيرة وحدة درناها صغيرة كل شي را واضح احنا كان فيني وكنجمع عليها البنات بالطريقة هذي صافي اخواتي وكنجمع عليها هكو وكندي ونجيبها صافي نخليها هنية على جانب باش غالدين الخراء قدها انا القياس ديالها را قد ذاك السطورات يل تمر باش غالدين من اللي ينبغيوا نحرب لون فيهم تكون قدها النفس الخدمة اللي درنا اللولة كان بعكوها قبل اصابيع ديالنا كنديروا واحد الحافة فاش غالدين خشيفوا الشريط ديال الشوكولات صافي عو تاني غالدين جماليها وكنقرس عليها هكو جنبات العجينة نخلي معك على جانب قد قد كتيت شوفوا قد هذو السطورة ديال تمر هادا علش كنهضر كيف شفتو معايا درنا غير بعض السطورة كافين حيت حنا ديرين غير جوج ديال الحرابل هنه عنا ما ديري لا زيت لا تشي حاجة استحسن ما ديرو الزيت الزيت يخلي يجينا ذاك الفراغات ديال في الحربول اللي يبغون حربلو كان هز هذك الشريط اللي درنا اللي ملبسين كان ديرو فوق من الشريط السطر اللول ديال تمر وكنتبتو عليه وكنقلبو عليه بالكيس بلاستيكي بها الطريقة هادي هانتم البنات غير بالعقل كل شيء الخدمة كانت تكون خاصة شوية العقل شوية الخاطر وراح في ساعة كيتوجه اخواتاتي وكنقلب هاكا يعني كل شريط ديال تمر هانتم اخواتاتي صافي غادي نجيب المقص وغادي نقطع هذك اللي خدا ذاك الحصة ديالو غادي نقطعه بالكيس بلاستيكي يعني التمر والكيس بلاستيكي هاكاية غادي انتني اخواتاتي نجمعه كنضغط شي شوية بالعصابيع ديالي باش ياخد فورما ديالو نخليه على جانب هنا ها ندور هذك الكيس البلاستيكي كلا حطوه معي باش يجين القلبة يساعدني وصافي هنا يا عو تاني هانا حطيت الاخروت بالتوق لبتوق نص طريقة وصافي البنات كانت منها ان شاء الله مكنش يدقي لعليكم شكرا لكم لما نبعد لما نقريب كنديرو نفس الخدمة عو تاني وكنجمع لي هذك الكيس ونخليها على جانب ونجيبو العجينة كنجيبو واحد الورق ديال بابي كويسون نديرو ملتحت حاجنا فيه باش كيساعدنا شاهم بغون روليو ذاك الحربول ما يعد بناش وغاد نديرو ورق من فوق صراحة نراه مكال سقما ولو خاب لاش ما تديرو هانا غادي نوريكم الخرامة غاديش نديرو الورق فوق هاني غادي نجيب ديالك نحاول نبسط العجينة تعطينا السمك بحل ديال العجينة ديالصابلي تنبو نشكلو من هاديك الصابلي جينا ما هي ارقيقها ما هي غلية اخوزي دي هانا غادي نجيبو بايض البيض اللي غا ندهنو به هاد العجينة دي ما تدهنوه بزاف يعني دهنة خفيفة باش تسقلنا علي هذك المكسارات اللي غادي نديرو انتو ما اي مكسارات عندكم بالنسبة لي اجيتكم بكل ما هو بسيط عندي هنا الكوكاو كوكاو ججو هاكا كوكاو ميقلي اللي فسختو حيتي القشرة ديالو وغادي نستفوه بحلها طريقة انتو ما ديروا اللوز نديرو اي مكسارات عندكم وعنديو هالكيمية من زبيب الزبيب بذك البوني الزيول كيكون صغير وور باش ما يعدبنه شوية بتقطع صافي اي حاجة بغيتو تديرو ديرو اي حاجة بغيتو نقصوها نقصوها غادي نجيب ذك الشريط اللي احنا درنا ندير تمر غادي نحايد للكيس بلاسيكي كيتحايد بسهولة البنات هنا صافي غادي نتبتو هنا كنزيدو شوية القدم وتحطوه ما تحطوش من الجنب صافي غا نتنيو عليه عنديك العجينة بشويه وحنا كنضغطو باش يخرجونا دك الفراغات ما تضغطوش بزاف اللي كنضغطو باش يشد الفورما ديالو وغادي ندهن دهنة خفيفة ببيض البيضة اخواتاتي صافي غادي نتنيعو تاني بالطريقة هادي ساهل مهل كيف قد لكم فرراني مشاعلها وكان جمعو اللي جينا من جنب كان فيني وها ها انتما ندور لكم باش شوفوا اخواتاتي اللي جينا البيضة كان جمعو بحال ما هاكا صافي غادي نحايد هاد الورق هادا باش نديرو نجيب الحربول ما نخليوش يبقى مطبص بحال ما هاكا غاي جينا مقعمز نطلقوه شوية يعني شوية يتطلق لنا ما نخليوش هكا اغليد يجينا مقعمز وجينا فورما غليدة بزاف نحايدو الى جانب وندود نخدم الحربول الاخر بنفس طريقة هنا كيف قد لكم وخا ما غاديش نديرو هادا بالورق الابيض من الورق ورق الباب يكويسو من الفوق غادي نخليو هاكا يعني انا ما كيلسق مولو بغيت غي نوريكم هالبنات وصافي هنا حاجة نفتحتان غير باش يساعد نف القليب وصافي هادا كشي علاش غادي ندهن موي من نفس الطريقة غير هي اخوات سيتي الخدمة صراحة كتبغي شوية الخاطر وصافي رات حاجة ما يزالة واحتى حد مزاد معلم احنا حاولت نديرو لكم غيب الكوكاو باش اي واحد ممكن يديرو ذاك شعرش كنت لكم بيعشانين درهم ممكن تحضرو هادا الفقعس هادا لا يكلف الله نفسا الا وسعها صافي رشيت علي ذاك شوية دي الزبيب وغادي نجيب هاداك الحربول اللي ديرينو ديرينو ديرين فيها ديل تمر وبنفس الطريقة صار في البناترا ساهل مهل وكننا نحاولو نغيرو من الطرق اللي كان ديرو ديل فقعس ولا ديل اي حاجة انا كنت لقيت التفاعل ديالكم اللي بغيتوها نحضرها معاكم يعني اللي استعطحت بها نحضرها لكم اخواتي نعزي مكسبولي في التعليق في التعليق ونحضر لكم اللي بغيتو بابسط بابسط امور ان شاء الله صافيك نصدو عليها كاك من جنيبات وكن حايد عوتاني هاداك الوراق والفران كيف قلت لكم راح نمشع علينو هنا غادي نجيب هاداك الكوكاو ايفيلي ممكن تديرو اللوز ايفيلي هنا اخواتي ما تديرو شو واحد الحاجة هي تشدو دول الكوكاو حاولو شوية تهرمشو هاد الكوكاو الافيلي ديرو هكا بها شوية ديرو واحد جوج ديرو طحنات فقط باش مايعدبكم شوية في التقطاع من اللي تكونوا قطعوا انا كنهضر على المبتدئات اما انا ما غادي تقطع ليه متاشي حاجة هنا دهنتو باياد البيض غيشوية حتى نخفيها باش يلسقنا علي هاداك الكوكاو وكنحاولو هاكا ندهو نجيبو بحال ما هاكا باش يتلبس لينا من جميع الجوانيب ما بغيش ندهنو ونرش ليغي من الفق لا بغيتو يجي ملتحتو من الفق وغادي نحطو في الطاوة ونمشي لنفس طريقة عاو تاني ندير الحرب وناخر كيف قلت ليكم رافيسة اكيد بوجود صراحة انا كنديرو الصباح وكنخليه في الفراني طيب وكنمشي نقضي حاجة شي في كوزينا عاو تكنت فعليه ونخلي عاو تاني يعني ما كنجي فينا نسربية الغداء حتى تنقطع الفقاس هنا كنحاول انتو مكان هرمشو غي بيتدي انتو محاولو تديرو فلاشوار ولفة ولهاكت تحاولو تهرمشو غي دغي كي تهرمش وصابي كانت حاجة مضيك هنحاول نهزدوك حبيبيت كمشي كنفرش البابي كويسو في ديك الطاوة نفس داك الوراق اللي خدمت بيه غادي نجيب واحد الكوردو او فنيتا باش غادي نتقبو باش ما يتفرق عشاي ورغم ذلك انا راحي تغفلت فجأتني في هديك الشقة لكن ما يسيلش انتم اخواتاتي هنا من بعد ما طعب خدالي انا الوقت اشعلت علي غي من تحت النار مهيلة البنات هاد الفقاس صراحة يدي الوقت ديال الطياب ممكن ادي ساعة ممكن كتر من ساعة كتشعلو لي غي من تحت النار مهيلة وهبطو تحت غي شوية واحد ثلاثة ديال تقايق ولما واصلاش والفران محلول عليه خد هذا كلوين صافي خرجته هنا مندير عندي مندير كبير هذا ديال القطن اللي تنيته سادي المرات وغطيته وخليته واربعا ديالساعة ندوز باش نقطعو معاكم ضربو لي على التحت ما محروق موالو وجانا محمر وطايب يعني الطياب اللول وغادي ندوز نقطعو معاكم اخواتاتي الموس يكون حاد او كي مثلا نقول لنا بالاحراد وغادي ندوز نقطعو مائل كما القاعدة اللي كندير معاكم كان حيد ذاك الرويس الأول صافي را ما في لك وصورة تشي حاجة كتشوفوا لعينيكم وغا نوريكم هنا واحد الحاجة الموس مرة مرة كنشد واحد مني ديل ديال القطن كنفزقوهن عصره ومرة مرة كنمسح به الموس عليش حيد ذاك الفقاس فيه الزبيب وفيه أتمر يعني كيقول لنا يتعلك شوية احنا قلنا يعني نقول لكم كل شي نصائح وكل شي باش نبشيوا عليها هانتو من البنات كي يتقطع وكي يجينا غزال بالنسبة للسمك يجينا ما ترقوش بزاف ما تخلوش عوتان غلد هانتو من أخواتي كنقطعوا ماي لبج كل هذا وكننزيروا وكننحط الصبع دينا ونهبطو علي الموس بجي يجينا طاقة ده وحدة وفورما وحدة صافي كنستمر بحي المعكوين ان شاء الله نقطعو كامل وندود ان شاء الله بس نستفو في الطاوة باش نعود للطيبة الثانية هانتو من فريتات انا مكين وانو ما شاء الله هانتو من أخواتي يشوفو عدوه الفريتات اللي بقاولية فقط وهالفريتات رغير هادك دي الكوكا والإفيلية جي قلت لكم حاولو شوية هرمشوه باش يبقى على كله هانتو من أخواتي شوف كيف جا جا ما شاء الله هادك تمر هادك الاطار ديالو اللذيك الرشمة ديالو جا تباينة ستفتو في الطاوة اللي فرش فيها الباب بي كويسو وغاد نديه كيف قلت لكم شو علي لي غير ملتحت مقدار نعم هيلة را ممكن يدي لكم تقريبا ممكن يديش هذا بزاف يشبحه اللوول حيت فيه تمر ما مترحيوش عليه العافية بزاف هنا في كاسرونة اللي غندير تقريبا واحد ثلاثة ديال المعالق ديال النباش زائد معيقة ديال العسل العسل ما بينش والكرام اللي كنت كان سخن فيها البوطر عززتو معيقة ديالعسل ديالماكلة هنا هانتو مهاوة راكيبا اللي كن بانا راهبوني لانو زائدوا العسل غادي من بعد ما تلقتوها انتو ماشوفوا الفقاس كي جانا محمر وجانا غزال ديروا بالكم معاه غادي نجيب الشيسة وندهنوها كامل فوق وندهنوه من التحت ودبالفرارة بقي شاعل من اللي غنكمل هكا الدهين ديال هالفقاس علاش هالدهين باش يجينا عاطينا للنظرة وباش يجينا لامع من اللي غدا نكمل غدا نطفي الفران ونخشيف الفران نخليه مدة ديال العسلات ديال البقيق والفران طافي ها هو اخواتاتي الناتيجة قبلتكم العينيكم جاد غزال اخواتاتي جازوين وجامعلك وجابنين بها دك النكهات اللي درنا فيه ديال الكراميل وديال فلو ديال الكراميل وديال الذكالفاني فجانا غزال هانتو ما رجمع بينا ديال الفقاس كي تشوفوا معي لا يكلف الله نفسنا الى وسعها درنا المقادير اللي يرسيطة ممكن اي واحد ممكن احضره شوفوا اخواتاتي كي يجي غزال وبنين بنين بنين بزاف وحتى منظر اغزال طريقة مغايرة الطرق اللي احنا كنديرو وحتى لنا كيكون لها فيديو ديالة سالة اتمنى يلقاكم وانتوما باحسن حال واحوال طلوا لي فراسكم بزاف بزاف انتظروا مني دائما الجديد اه تفعلوا ما اخدكم خديجة بارطاجوا لي الفيديو الشيط عليك الله يسهل عليكم لو تكرمتوا لي هانتوما اخواتاتي غدين نقطع معكم وحيدة وتشوفوا كيش كي يجي كي يجي نملك كي يجي طايب ما شاء الله كي يجي محمر وكي يحمر لو جاه اخواتاتي واحتى الناو كنقول لكم السلام عليكم موعدونا ان شاء الله الفيديو قادم بإذن الله طالوا لي فراسكم واسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر